اهلا بكم من جديد اناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط لافتتاح مؤتمر الشرق الأوسط الحادي والعشرين للنفط والغاز ميوس 2019 وذلك تحت شعار التكيف بتعزيز القدرات والتحول التكنولوجي اكد معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط على ان مؤتمر ميوس يعد من ابرز الفعاليات في مجال الاستكشاف والانتاج على مستوى منطقة الشرق الأوسط حيث تحرص معظم الشركات النفطية العالمية والإقليمية على المشاركة في هذا الحدث للاستفادة من الأوراق العلمية التي يتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات المؤتمر من قبل خبراء ومتحدثين عالميين في قطاع النفط والغاز من مختلف دول العالم وقال معالي الوزير انه برغم التقلبات وعدم الاستقرار في الأسواق النفطية العالمية بسبب عدة عوامل أهمها الطلب وزيادة المعروض والجيوسياسية وغيرها من العوامل إلا أن هناك بوادر عالية المستوى بين جميع أصحاب القرار من مختلف الدول العالمية للتعاون معا لوضع الخطط الرامية لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها من خلال خلق فرص الاستثمار في مختلف المشاريع وتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة والابتكار والتطوير في مجال النفط والغاز كما أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية المنضوية تحت مضلتها تسعى دائما بكل طاقاتها البشرية للعمل الجاد والحثيث نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني في المملكة وذلك من خلال تأسيس العديد من المشاريع التطويرية على جميع الأفعادة وفي سياق متصل قال معالي الوزير أن هناك توجها نحو حفر عدد من آبار الغاز العميق التجريبية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك بشراكته مع مختلف العقول المتخصصة في هذا المجال من مختلف الشركات النفطية العالمية والذي سيسهم بلا شك في جذب الاستثمارات وسرعة الانتقال من الاستكشاف إلى الانتاج وخلال حفل الافتتاح قام معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بتسليم جوائز ميوس 2019 للطاقة وذلك للجهود المتميزة التي بوذلت في تطوير صناعة النفط والغاز من خلال التكنولوجيا والإبداع وتطوير الصناعة والأداء والمسؤولية الاجتماعية الاستفادة من الفرص المتاحة في دول المنطقة وزيادة الطلب على التكنولوجيا الحديثة لرفع مستوى أداء النفط والغاز والبتروكيمويات هذا ما يهدف إليه مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز ميوس 2019 إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة سيد زايد بن راشد الزياني افتدح السيد نادر خليل المؤيد واكل الوزارة لشؤون التجارة المؤتمر الخليجي الدولي للاعتماد ويعد هذا المؤتمر الذي ينظمه مركز الاعتماد الخليجي بالتعاون والتنسيق مع إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأول من نوعه في مملكة البحرين وقال المؤيد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر بأن التقييس والاعتماد من المجالات الحيوية التي تتطور بشكل مستمر لتتمكن من تلبية احتياجات التطورات المتسارعة في المجالات الصناعية والخدمية أما المهندس أحمد لنطيري مدير عام مركز الاعتماد الخليجي فقد افتتح المؤتمر بكلمة بيّن فيها أن الفوائد الاقتصادية التي ستعود على دول المجلس من تفعيل نشاط الاعتماد كبيرة جدا هو من المؤتمرات المهمة لمجلس التعاون الخليجي لتطوير الاعتماد الخليجي ومنظومة الاعتماد الخليجي مع المنظمات الزميلة الدولية فهناك كثير من المحاور التي ستطرح اليوم في هذا المجال والتي سترتقي إلى تعهيئة الكوادر في تنظيم المطابقة الخليجية للمؤسسات والمختبرات الخليجية المشتركة هذا المؤتمر أنا أعتقد من أهم المؤتمرات لأنه يحقق الثقة ويربطها أيضا في المستوى الدولي المركز اليوم مركز خليجي تم الاستثمار فيه من جميع دول مجلس التعاون حقق والله الحمد إنجازات سريعة إنجازات تربطت بالمستوى الدولي اليوم عندنا مركز اعتماد ربط مخرجات المطابقة في دول مجلس التعاون بالمستوى الدولي هناك عدد من الجلسات المهمة جدا خلال اليومين القادمة خمس جلسات وبها أكثر من 16 ورقة عمل والمؤتمر قاعد يحث على مفهوم الاعتماد باعتباره أنه هو الثقة في كل الأنشطة تبع المطابقة من إصدار شهادات من تفتيش من عمليات اللي هو تقارير الاختبار كل هذه الأمور ما لم تكن يعني معتمدة ما تكون فيها الثقة الكافية اللي تخلل تعاملات التجارية أو التبادلات تكون تحظى بالقبول في جميع الدول افتتحت أعمال مؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ميت اي سي تي ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا بايتكس المقام تحت رعاية وزير المواصلات والاتصالات سعادت المهندس كمال بن أحمد محمد بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد بالإنابة وبهذا الصدد أكد القائد على الأهمية المحورية التي يشكلها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين باعتباره أحد ركائز العملية التنموية التي تشهدها المملكة وضمن العوامل المهيئة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحفزة على الاستمرارية في استقطاب المزيد من الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع هذا وأشاد سفير الولايات المتحدة لدى البحرين جاستين سيبرين بالتقدم الذي تشهده مملكة البحرين في مجال التحول الرقمي مشيرا إلى أن هذا التقدم من شأنه أن ينعكس إيجابا على التعاون التجاري بين البحرين والولايات المتحدة طبعا نحن سعداء بتنظيم هذه الفعالية من خلال بايتك للمرة التاسعة دليل طبعا على نجاح الفعالية المؤتمر والمعرض الحضور الموجود العارضين من خارج مملكة البحرين مثل ما نعرف نحن مجال تقنية المعلومات مهم جدا في خطط مملكة البحرين خطة الحكومة وبرنامج عمل الحكومة يركز بشكل كبير على تسهيل الإجراءات تقليل البرقراطية زيادة رفع الفعالية بالطبع بدون تقنية المعلومات بدون إعادة هندسة الإجراءات ممكن فعلها ميت آي سي تي وبايتكس هي منصة إلكترونية يعني الفعالية تشكل منصة يلتقي فيها رجال الأعمال الذين يعملون في إقطاع تقنية المعلومات مع ممثلين دوليين لشركات دولية وبرش العمل تتيح الفرصة لكل من يشارك أو يحاضر يعني لكي يطلع على آخر تقنيات المعلومات وآخر مستجر في صناعة تقنية المعلومات والتصالات طبعا بايتكس أفضل إفنت بالنسبة للعرض الليتس تكنولوجي من سيسكو اليوم نحن مركزين موضوع على تقنية التواصل بين الأشخاص عرضين كزا تقنية بالنسبة للموضوع هذا بالذات نحن دخلنا موضوع الذكاء الصناعي في التقنية تبعتنا عساة تعمل التواصل بين الأشخاص يكون طبيعي أكتر وأكتر وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور أسامة البحرنة نائب رئيسي مجلس إدارة جمعية البحرين لشركات التقنية مرحبا بك دكتور أسامة في النشرة الاقتصادية وبداية وبعد انطلاق النسخة التاسعة من المؤتمر والمعرض ما هي أهم مخرجات هذا الحدث مساء الخير وتحياتي لمشاهدين الكرام هذا الحدث يستمر على مدى ثلاثة أيام وقد بدأ اليوم نعم اتفضل دكتور عفوا انقطع الخط بدأ هذا الحدث اليوم وهو عبارة عن مؤتمر ومعرض سنوي تقيمه جمعية البحرين للشركات التقنية وهذا المؤتمر والمعرض السنوي يهدف إلى تهيئة قطاع تقنية المعلومات في البحرين إلى مواكبة التغيرات العالمية في مجال التقنيات المعلومات واستخدام الجيل الحديث من هذه التقنيات لتطوير الخدمات المقدمة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلى المواطن والشركات الوطنية باعتقادك دكتور كيف يمكن توظيف مؤتمر التكيف المبتكر للتحول الرقمي في سوق العمل بمملكة البحرين هذا المؤتمر والمعرض يساعد الشركات المحلية في البحرين على تهيئة خدماتها والاستعداد إلى التحول إلى الاقتصاد الرقمي الذي يعد أساس التنمية المستدامة بحسب رؤية البحرين 2030 ففي هذا المؤتمر يسر ويسهل التواصل بين الشركات العالمية والمحلية المشاركة وكذلك التواصل بينهم وبين الشركات المستهلكة لخدمات التقنية كما يسمح إلى الأكاديميين إلى التفاعل مع هذه الشركات والاستفادة من خبراتها لتطوير برامجهم التدريبية والدراسية لتواكب وتطلبات الجيل الحديث من التقنيات نعم الدكتور أسامة البحر نائب رئيس مجلس إدارة جمعيات البحرين لشركات التقنية شكرا جزيلا لك والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث تقدم مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم بنصف نقطة مئوية بإغفال عند مستوى 1420 نقطة وذلك عائد الارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 8 ملايين وخمسمائة وثلاثة وعشرين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليونين وخمسمائة وستة وسبعين ألف دينار تم تنفيذها من خلال 103 صفقات وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البرصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالي السعودية التي أغلقت عند مستوى 8658 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.7 مم مئة بالمئة وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 5079 نقطة كما هو موضح على الشاشة بارتفاع بلغت نسبته 0.25 بالمئة وبالنسبة لسوق دبيل المالي فقد أغلق عند مستوى 2641 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.82 بالمئة النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل ترجمة نانسي قنقر تدرس هيئة الأوقاف المصرية مسألة التداول في البورصة المصرية عبر تدشين محفظة مالية وأكد رئيس الهيئة أن التداول لن يتم قبل أن يعطي مجلس إدارة الهيئة موافقته وقال رئيس هيئة الأوقاف المصرية إن مجلس الإدارة يضم كوادر وخبرات كبيرة من كافة القطاعات وله رأي معتبر وهو يدرس قرار تدشين المحفظة المالية وشكل التداول في أي القطاعات وأوضح الرئيس أن علماء الشريعة المشهود لهم لا بد أن يبدو رأيهم في هذه المسألة للتأكد من عدم مخالفتها الشريعة مشددا على أن الهيئة تحرص على زيادة عائداتها بما يتناسب مع تعاليم الشريعة الإسلامية والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية انعكست الخسائر الفادحة لشركة بوينغ الأمريكية على منافستها الأوروبية إيرباس التي حققت ما كاسبا كانت بعيدة المنال منذ زمن طويل ولم تمضي أيام على كارثة سقوط الطائرة الأثيوبية من طراز بوينغ 737 ماكس 8 حتى منيت الشركة الأمريكية بخسائر فادحة في أسواق الأسهم والصفقات وصلت إلى أكثر من 24 مليار دولار وقال مسؤول فرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون عقد محادثات مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد بعد كارثة الطائرة وذلك بشأن عقد جديد من المتوقع أن تبرمه إيرباس مع شركة الخطوط الجوية الأثيوبية الذي تمثل طائرات بوينغ غالبيته